اشتركوا في القناة اعملت حسبي يا حسين طبعا لا يا كاميليا وبعدين انت مش كنتي نايمة اما انا بصراحة صحت من كتر الجوح واول ما سمعت جرس الديليفري قلت اكيد طلبت لنا اكل يسونة لا يا كاميليا انا طلبت لي يا الواحدي انت نايمة وضربة طبق الرنجة كله اما انت ضربته معي يسونة احطيش ايدك على الكل بتاعي الباب يخبط اعملي وفاجأة وطالب لي واحد تاني او ثانية واحدة شاكل ربي بتاعتي اليفري اه يا رب ايه ما كنتيش انا خلص الاكل بالسرعة دي يا حبيب انت فئ ايه دا ايه دا ايه دا يا حسين انت شايفة ايه دا كاميليا شايفة جواب طب لما هو جواب بتسألي ليه ولا هو رغي وخلاص انا قلت يمكن متهيقلي فل 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 دا شاكله وريحته جواب غرامي انا كنت حاسة من زمن انك بتقني احصيل انا اخونك بعدين ايوم ايجا اخونك 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 مع واحدة بتبعت جواب غرامية عالبيت ايه جوي الابيض واسود دا دلوقتي الدنيا تطورت لو هخونك هخونك على الواتساب على فيسبوك على تويتر شفت؟ يبقى انت ياحسين بتخني على الواتساب والفيسبوك والتويتر اتهدى يا كاميلي على الماسة واسبيني اكل البيتزاب لما تبرد عشان لو بردت هفرخ طبانجتي في نفوخك مش هتاكل ياحسين غلما تفتح الجواب يبقى هيحصل مشكلة ما بيننا يا كاميلي لان الجواب دا لو تقع جواب غرامي فعلا من واحدة معجبة بطولاتي هتبقى للتنا سودة ماشي يا عم القازم الساهر انا اللي هقرأ الجواب هقرأ الجواب ياحسين اقري يا كاميلي واكتشف كل اللي فيه حسين اقري انا بعملش حاجة من وراكي ايه شفايف في اول كلمة ولا ايه؟ احذر ياحسين احذر ياحسين واعلم انك كما تدين وتدان فان الحياة يوم لك ويوم عليك وقد جاء اليوم لتنقلب الكفة وتصبح انت الخائف وليس امامك مفار منه الا ان تحبس نفسك مرعوبا وخائفا ياحسين حتى تأتي اللحظة الحاسمة ياحسين وننتقم وناخد بثقرنا منك ياحسين مع تمنياتنا القلبية بقضاء ايام مليئة بالخوف والرعب امضاء جماعة الرعب والتهديد ياحسين يا انهار يا سود يا ليه لمهببة يعني انا يوم ما يجيلي جواب غرامي يجيلي جواب غرامي من داعش هيا فعلا ليه لمهببة اخدونا جواب غرامي ياولات ما بتفهميش مكتوب عندك في الجواب دول بيهددوني ايوة ياحديبي عارفة بتهددك اصدق ومضيانك قال ايه جماعة الرعب والتهديد كماليا ات عارفة يعني ايه جماعة الرعب والتهديد يعني جماعتك ياحسين يعني انت متجوز علي ياحسين يا انهار اسود دفت تنجاني انا يا كماليا دول هيقتلوني يا لا انقر نحن هنا ياة علي تاخر قوي كده لين ده هارветة معلش سليمتين و هتكوني في شقاتك ولا دعيب يا سولي عيب ده بده ما تقول لها تبات معايا ايه؟ بابا؟ ايه تبات معايا دي؟ نوها مش نيها الولاد قاعدين ما هو العيب مش عليهم اللعب على مامتهم اللي ابتدت التاريق الاول و انا نطاقتي لسه ما هو حضرت وجده بقالك كتير قوي قاعدين هنا ما بتعملوش اي حق غير ان كده بتتباسباسوا البعض همم سولي ايه بصراحة احنا حاسين ان احنا عادين ترطير ايه يا بنت ده؟ ايه ترطير وتباسباسوا؟ ايه لأنفاص دي؟ لسه توق ما انت واخدة بالك؟ اتفضلي اتفضلي قولي لهم بقى حاضر ما انا هقول اهو ايه لأنفاص دي؟ ها؟ دي تربيتي برضو؟ انا معرفت شها ربي اسمها بتزباتوا بعض؟ بتسقاموا على بعض؟ يا رجل اكمانو تقتيت وبعدين انتوا ايه اللي مقاعدكوا اصلا؟ اتفضلوا ادخلوا ناموا ادخل الزيوة سيبهم هما في مرحلة المراقة المتخرة دي ولد عيب كده؟ مامي يما مش هيمشوا بقى احنا عايزين ننام وانا كمان قصدي عيب كده يا ماي ماشي ماشي انا هتلع بيتي قبل ما ولادك يتردوني ليه يا حبيبتي وانا رحت فين يعني؟ نعم لا قصدي انا موجودة يعني مسمح لهمش بكده ابدا ماشي تسبحها على خير لا لا استني يا سيادة انا جاي معاك ولد ماما فيه ايه يا انجي؟ فيه اللي فيه ايه؟ انت رايح فين؟ طالع معها والصالحة عشان في قط دكر كل ما يشوفها يعكسها ويتطالع في الأصنصير وانت عرفت منين بقى انه دكر؟ ماشي كل ما يشوفها يعكسها وينونوا عليها ويفدلوا لها نيوم نيوم دوووووووووووووووووووووووووووووو سي بيهم يمشوا بقا يا موم احنا عايزين ننام ايو الم الم الحسن هما equipoهم ستناتك بطيقة ولد ماشي يا سلي ماشي انت وماي حسابكم معايا بعدين طب يلا بنا بقا بقى اصلا أحسبهم اه يلا تفضلي يا ستة سيادة بع tapienos AMA لاي سلمت على مهلكوم دقي نايوت وبعدين بقى يا سوسو الله احنا هنفضل لحد انتكت من حبنا مش عارفة يا حوحو حوحو الله الله على حوحو دي طلع منبؤك كإني واكلة أرن فلفل حواء أرن فلفل لما يبقى يلاهل بصدرك ايه الفلفل ده اللي انت عايز تأكلهولي لا 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 أنا مقصدش حبيبتي أنا بس يعني بحبرك عن فرحتي ان انت بتدلعين ما تكسفنيش بقى يا حوحو يا الله حوحو طبوب كنت تديني لكي لا أكسف كسفي اندي في أهماني غلط أنا مش عايزة عشان حاجة كده ولا كده أنا بس عايزة عشان أخل بقى الصباي عشان المنزل أشتري الدبلة الخطوبة الله الله بس انت دي الكبير قودة كده الدبلة حتتكلف يا مخيل لا مش مخيل ولا حاجة أنا مهما جبت لك حاجات هاااا أفاش irgendwas أفاشتكم يا فاجرين لا 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 مفضلك هي دكتور ما تفهمهاش خلق خلطي أنا بصث من البعن السحريية وشايفكوا وشايفكم ونت عماماة اه ده انت فاضلكم خمس دقائق وتلعبوا عريس وعروسات ده يا دكتور مفضلك احنا ناس اكبر من كده بكتير كبرنا على الحاجات دي آي او بس أنا لسه كبرتش يعني ممكن انا وألعب معها من فضلك يا دكتور عين كده وط صوتك آت سوتي، أنا لازم أقول له عليه هتقول له عليه؟ طيب ماشي بقى أنا برضو هقول للمدام أنك كنت بتعكس مرات ما غور البواب أنا... وليه السودا الجروه على نديه اه هقول كده وحدبل على له وحاجزه وحقول كل حاجة وحليني بقى لما تثبت أنت العكس وبحشرة جنيه بس عشرة جنيه أخلم غور البواب يشهد عليك بحشرة جنيه؟ واه طيب وخلاص أنا ديها وتكملوا لعبه براحتكم حبيب يا صامرا تعالي يا حاجة بصوا بقى اللي حصل النهاردة ده كان في منتهى قلة الأدب احترام تضيف واجب ايوه يا ماني بس دلق الناس يا ده وجده أحمد مش ضيوف يعني دلق رايبنا ايوه ده سبب أكبر يا خلينا نحترمهم أكتر اسمعوا بقى اي حد يدخل البيت ده يبقى ضيف واجب احترامه وإكرامه يومي انت مش شافك كانوا بيعملوا ايه انت عجبك شغر المهاركة اللي كانوا بيعملوها دي اسمها مراقف ايوه ما كانش عجبني بصراحة كان اوفر قوي بس برضو ما عجبنيش اللي انتو قلتوه يعني قعدتو تقولولهم امشوا عايزين ننام عارفين لو بكو كان موجود كان زعل منكو جدا مشان امو طبعا ايوه صحي يا مامي بابا بيتأخر كده ليه في الشغل حبيبتي عندو شغل كتير جدا في القرنان ولازم يباتع لشان يخلصوا يا ماما يا مامي ما تزعلش اي ديف هيجي تاني هنعمله احسن معاملة ايوه يا مامي احنا مش هنعمل كده تاني حبيبي حبيبي يلا انام بقى هو انا مضايقاكو في السرير ولا انا؟ لا خالص خالص طيب يلا انام لا مش خير لا مش قريانشي مش خير لا انا عرفتي من حسين انبارح انه هو قبض على عصابة اجرامية ومعها اسلحة اه 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 وبصراحة شكني يعني ان هما يكونوا جمعه ارهابية اه 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 لمحocar 2009 ولا قوة الا بالله يا يكوكي يعني حسين كده الله يرحمه اه 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 طيب وبعدين بعدين لو حкая صدنا اي حاجة دلوقتيين منه سيعحقنا منه ساعدنا للحسين والله يكن راجل طيب يلا الله يرحمه بقى فدايا يا رب الله يرحمه اي 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 انجي تهتفاولي على حسين جوز يا حبيبي حرم عليكي بدل ما تفكرينه في حل بدل ما هو محبوش في البيت وعسين محبوش في البيت يعني مراحش الاسم لا مراحش مش قصدي والله يمعلش مراحش بقى طوله عسكاري علشان يحروسه قدام باب العمار بس الحقيقة ان انا اللي بطلت احروس العسكاري العسكاري اللي بقى طي نوم عايز حروسه اي انجي طب وبعدين وانتي جتي ازاي ها؟ ها؟ جتك الهوة جتي ازاي؟ ها؟ لا في انت اترشتي بقول لك جتي على هنا ازاي لفوني في ملايا بيضة بيضة أصدي ملايا يا كوكي اعمل ايه؟ والله العزيم حسين اللي قالي اعمل كده قالي اهالفك الحياتي يروح قلبي في ملايا ونزلك مقبود عليكي في البوكس علشان محدش يعرفني اهيهي انا خايفاوي يا حلاوة ومش بعيد علشان يسبك الدور بعت وراك شوية عيال يزفوكي ويقولولك يا حلوة يا بلحة يا مأم معا لبستي الميلاية يا كوكي يا حلاوة ركبتي البوكس يا كوكي يا حلاوة وجاتي بين حد الجرنال يا كوكي يا حلاوة انتي سوى يا كوكي ايه انتي ده انا اسفى 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 انفعلت انفعلت واندمجت ايه اللي عملتيه ده يعني ايه تلبسي الميلاية وتيجي بالبوكس الحد هنا فيها كوكي شبحتينة وشبحتين جرنال اعمل ايه با ام ام انا لولي اعمل كده وبعدين ما وانا ده انا للمراتي فلت ام انا للمراتي الجاية هعمل انا خلفها قوي مش عارفة مش عارفة عندي احساس غريب كده بيقولي ان انتي في ورطة في مصيبة مش عارفة يا السلاة عندك احساس بقولي جوزي مهدر بالقتل وانا في مسيبة وانت لفي sabia افلاقيا وانت لسه عارفاتك احساس ان انا في ورطة اه انا في ورطة اصحيح يا انجي اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاي انا عارفة ان انتم مقطعين من شجرة وما تقلقيش بصي انا صاحبته انجي ما يقلقش ابدا حاببتي يقلش بجد طبعا يعني انتي هتقبضي على الارهابيين لا مش قوي كده يعني كان جوزك فلح لا يعني انا حقدر استضافكم في بيتي لحد اما المشكلة تتحل ايه رأيك لا يا انجي لا 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 انا عندي كرامة لا 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 يمكن لا يمكن لا يمكن انا منشكلة قوي انجي بجد بجد يعني انا مش عارفة اقولك ايه على الخدمة الفضيحة انتي عملتها لنا دي ما تقوليش كده يا جاماليا يا حبيبتي انتي زي اختي واكتر بس احنا مش عايزين نكون متققلين عليكم ولا حاجة اخصى عليك يا حسين ما تقولش كده وبعدين حمايتك من الاعداء والارهابيين دول واجب وطني اشكرك اشكرك يا فاند اللي اقولي يا حسين مش المفروض ان الشرطة هي اللي بتحمي الشعب ولا العكس يعني ايه يا علي الشعب والشرطة ايد واحدة حبيبي بص عالو اه انا اللي جابني هنا مش خوفي على نفسي لا انا اللي جابني هنا خوفي على اولادي وامراتي حبيبي اهم حاجة عندي في الدنيا انا عرضي مغرف من عرض المعركة طول مرة في الخدمة حلو بص بقى مراتك وعيالك امانة فرق ابتي وانت تكن على الله على ارض المعركة اضطحهم ايه وبعدين بسم الله ما شاء الله انا شايف عيونك زي السقر حمال ليه كاميليا بتقولي ان مساعة معا يعيني جالك جواب التهديد ده وانت يعني بتنزل من البيت متنكر اه ايه كاميليا قالتلي كده لا ايوه ايوه قالتلي كده وقالتلي كمان وانت نزل من البيت بتاخد كاميليا والعيال ساتر كده علشان يحموك بقى كاميليا قالتلي كده ايوه قالتلي كده وقالتلي ان هي يعيني مش ملحقة على الغيارات بقى علشان يعني بقى كاميليا قالتلي كده ايوه قالتلي كده وقالتلي كده ايه ايه يا حبيبتي قالتلي 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 في ايه بوتكت واشتغل ايه الحمي نفسك شوية يا حبيبتي في ايه يا كاميليا انت بتقطعيني ليه وانا لسه كنت هقول له لسه كنت هقول له كاميليا بتحبك كاميليا بتخاف عليك يا حسين بعد إي يا حبيبتي موت يا صوتك قوي في الحكة دي ما خلاص دي تفضح تفضح أنا تعبانة قوي يا إنجي بالجلد أنا تعبانة قوي ونفسنا نمنا والولاية يا حبيبتي يا كامل يا حبيبتي أنا حس بيك طب يلا خد يا حسين ودخلوا نموا في قدتنا وأنا بقى الولاية هاخدهم يناموا في قدت مايوسا يناموا فين؟ في قدتنا يا علي في إيه؟ هو أنا أكل بقصدي وأنا نم فين؟ يا علي حنام في أي حد هنتصرف دول ضيوف يا علي إحنا بس مش عايزين نحس في الكم يوم اللي هنعضب معاكم إن إحنا عاكنلنا عليكم أو شقلبنا لكم حياتكم يعني هم ما هيبقوا كام يوم؟ يعني كام يوم أو كام أسبوع مش عارف هيختلوني إمتى الصراحة بعد الشر عليك يا حبيبي وعرين يا إنجي لا يا شيخة لا 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 يمكن أنت بتتكلمي بتقول إيه؟ أنا لا يمكن أدخيل أبدا أنا وحسيني نم في قدت نومك على سريرك على محددك أنت وعلي لا 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 يمكن ها 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 ه يا حسين تعرف صاحبتي وجدعنتها بزمتك انت لو ما كانها تدي قوضة نومك لاي حد نعم يا اختي ايه ايه يا حسين لو علي دخل قوضة نوم يا فرغ الطبعا انت لا ديفنا فوخ اهتع يا حسين اهدى مش كده ما يصحش اهدى شوي وفر الطلاقات دي يا حبيبي اللي عايزين يقتلوك يقتلوني مين يا مامي انا ادخن زابط في الدخلية محد شدر يتلني ابدا طبعا انت مفيش ادخن منك يا حسين اتضمن انا متأكدة من ده ما راح اشوف حاجة بزم حلوة او القوضة لي يا حسين القوضة تحفع كمال ما تعمل لي قوضة زي دي يا حسين في الجنة ان شاء الله وهتلس شوش زي ده يا حسين اه في الميشبش ان شاء الله والحب زي ده يا حسين في السجن ان شاء الله ايه ده ايه ايه ده ايه هو علي بيلبس ميوهات في قط النوم وليه صعليك يا حسين يا حيب ما يصحش ده حاجة انجي ما ايه ده انا ما شفتش البتاع ده قبل كده شفت انجي غيرها البت دي وصوصة مش نطيفة من جوه بتروح تشغل حاجات من ورايا وريني كده يا حسين صعليك يا انجي اقول لها خديني معاكي خرابة على الشغل الستات بس حلوة او الميو ده كمالي او حلوة اوي ما تلبس هكيمو الميو ده ووريه على الحلاوة ما يصحش يا حسين مش وقته يا حسين عيب يا حسين ما يصحش الله احنا مش في بيتنا وبعدين في رجل تاني غريب ما يصحش يقول علينا ايه يا حسين يا حسين يا حسين دايما على بالي يا فید ما يصحش ع título يا هكيم عاشم يشفك بالميو يا حسين ما يصحش exhaust يا حسين بتفتح درج المسج يا حسين حليم ايه صح ايه ايه قولوا حالينا ايه 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 بدي انجي دي دل هتلاقي مقاوي ايه ايه صح او مشوب بقى حاجة الباسعة موضوع ما صلعش في المايو بس ماشي انجي ايه ضرفة عالي ايه بس ايه ده ايه زو وحش قوي في اللبس انا هرجع على ضرفة انجي انت هتتتنك البس اي حاجة انا بتلاقيك الصلاحة وحش والتنك والله اسبع هلبس ده وامري الله والله اقولك انا هلبس دي اه برويتة في الوضع حسين نعم اصبع على خير يا حسين طب مش هتشوفي برويتة شخرها كامل شخرها كيمو ايه ده انت هتعمل ايه انت هتلمع على سريري اه هنام ده حلو قوي لو النابي اه ده حلو قوي لو النابي لا انا بحضش ينمع على سريري عايبي يا سولي مامي قالت ان احنا لازم نحترم الديو اتجوفي عالعيني وراسي احترامهم في اي حاجة الا ان هم ينموا على سريري وانت عافة كده ما عليشش يا سولي نستحمل بقى حاس بقى كده عنام جنبة انت بتعمل ايه؟ عنام جنبة لا مش بحب حد ينام جنبي لو النابي ولا انا ما بحبش حد ينام جنبي خدي حطي المدرة يا ميل واقفلي النور لو النابي على رعي المسر السرير سرير ابونا والديو فاتيجة تتردونة احنا ننام فين بعد انت يا سولي ما عرفش يا بنتي اتلوق فينه النور بقى جادكم القرف جادكم القرف وضيتوا البلد اللي اتقذب يعني عاجبك كده يا انجي انا مانا وعيالي على الارض وهم يناموا في قوضنا وعلى سريرنا وطي صوتك يا علي وطي صوتك بعدين هم ضيوف عندنا ما يصحش كده يسمعوك عارفة لو جبتي سير الضيوف دي تاني حرمي عليك يا مين تطلق حالا بقى كده يا علي بتهدبني لعلمك لو طلقتني مش هتلاقي حتى الفرشة دي تنام عليها كبيرك تطلع تنام في حضن السيادة عمك فوق ان كنت ناسي افكرك يا علي نصدقين والله ايه والله فكرة انا ازا ما جاتش على بالي الفكرة دي تحلى هنا يا علي يعني ايه عايز تطلع عن ضمك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشة ايه الأنانية دي احنا مع بعض في السرائي والضراء واحنا في النيل اضراء دلوقت اه في النيل اضراء دلوقت ايه الجاموس ايه 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 يا عمي مشتحسب ايه دا ايه دا مع ليش هنهى السف انا مش فتكمش والله اه وبعدين انتو ايه لي نايمكو هنا لا ابدا اصلي فيه تطار احتلوا البيت ايه تلوا لا ابدا دا بيقولك فيه أكل عالنار لو حبيت ايوه انا جعايا فعلا بس أنا وأنا بقلف في التلاجة لمحت حتتين كبدة كده في الفريزة أخش أشوحهم بقى بس أنتو شمقنا الحتة دي اللي بنقينها بزياد لا أبداً قصص إحنا شارين الشقة دي كلها وقولينا مزاج ننام على الفرشة دي آه وبعدين إحنا بننام هنا في الشتاء وبنصاي في الناحية التانية آه يا أولادين إيه؟ آه يا علي يا ابني لازينا ها؟ أفكارك غريبة غير الناس كلها بس أنا خايف لنكون متققلين عليكم اخسع عليك يا حسين ما تقولش كده ده أنتو منوريننا والله ريحتي قلبي والله يا إنجي كان جبل على قلبي ونزاح الحمد لله إن إحنا مش متققلين عليكم أنا في الماضح بقى ها؟ باعرزنوكم لا ده مفيش دمي بقى أنا راح عند أمي علي 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 لدي طول عمرك لدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كول يا حبيبي كول يا يحيا كول يا حور إيه ده؟ هو ده بس الأبطي إحنا كده مش هنجبع معلش يا حبيبي مسح زور بس عالصبح بتاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى العامل بس لو مربى التين يا ريت ممم مقل زوقهم زبالة حتى في الأكل مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ناوليني على أي حقوق خلاص نديلوا الحلوة دي يا حبيبي بسرعة كول يا قلبي كول يا قلبي كول يا خبيبي منفطر طبعا معقولة يا كاميليا معقولة يا حبيب سيد تبعتوا تجيبوا اكل من بره يروحي وانا الاكل مالي التلاجة يا كاميليا فطر ايه بس يا انجي فطر ايه احنا برضو نجراحك ونحريجك ونفطر من بره لا طبعا دولة شوية الاكل اللي كانوا عندك في التلاجة يعني طبعا وانا اقوله ها معقولة خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه خزين خزين يا انجي ده هم شوية جبن على شوية بيد على كام علبة لبن على كام علبة مربة حاجة شق ريق كده شوية ريق ايه ده ايه ده علبة اللبن زي بتاعة عمر اه ما انا عارف قريت عليها انها مخصصة للاطفال ولما انت قريت انها مخصصة للاطفال بتشرمها ليه افطر الودا المسكين ده ايه دلوقتي اقصى عليك ايه مش شايفة بيبي 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 هامي ليه انجي فتحت التلاجة لقيت اللبن وجود فيها مش هيكافينة قلت اخد علبة اللبن بتاعة عمر واكله لبن يا سلام ولا فتر البيبي بي الي غالبان ايه دا دلوقتي اعملوا يصنداودشا لأنجوني ولا اقولك تكلمل صدلايا تجبليع لبن بدصل بسيطة ايه مهไه يا اغضي هنتفيدي هم؟ هتلى تعالى حاجة ايه ده يا حبيبتي بقول ألفهانة وشفا ماطرح مى ي синطر يهري هلو خوايش إيه؟ عليكي أنتي وجوزك وأولادك يا روحي ايه ده زي بجانزي كنت شرت زي بتاعتي علي جوزي هتاكل من علي حتى صح؟ هتاكلك مه بس إحنا بصراحة بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي مبارح وكسلنا نفتح الشنط قلنا يعني ناخد حاجة من حاجتكم ليه يا حبيبتي تكسلي ليه كنت تقولي لي وانا ساعدك افتح معاك الشنط بدل ما تلبسي حاجة مش جاي على جلدك صباح الخير يا مام صباح الخير يا حبيب مام ما هي ما تعملين افطارة على بل ما يرميس عشان نراحي من مدرسة معلش يا حبيبتي الفطار بحي خلاص حاب قديكي فلوس تبقي تشتريع اي حاجة تفطاري بيها من المدرسة مدرسة اي يا انجي الساعة 11 يا نهري سود الساعة 10 المنبيه مدربش لا درب بس انا عفلته لقيته لخيمني شواء انا بافطر فمعرفتش اراكز عفلته ودشدشته كمان بسبت المنبيه ليه انا ما عليك ودرب الساعة 6 ونص وانت قفلت وانت بتاكل يعني بقى لك 3 ساعة ونص بتاكل 3 ساعة ونص يا رب يا حسين يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل حسين حسين بطير 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 تشتريع بطير يا حبيبتي بقولك يا انجي هو انت يا علي هيوعد عدمانتو لحد امتى ما عرفش يا كاميلي بتسألي ليه اصلا بصراحة يا انجي ما بحبش اقعد في البيت متكتفة باللبس ده احب يعني كده اقعد على راحتي كاعد على راحتي اه 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 كاميليا اذا كنت انا صاحبة البيت ومش قاعد على راحتي تقومين انت يا عايز تقوطي على راحتي ايه يا انجي ايه انجي يا حبيبتي فيه ايه يا روحي انت جوزك مش موجود انما انا جوزي موجود ايو يا كاميليا بس علي ممكن يفتح الباب في اي لحظة ويدخل يا نهي السود يا نهي السود انت الجننت يا انجي علي معاه نسخة مفتاح الشقة ايو تخيالي تخيالي انا معاه نسخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها الى ايه بتاعته؟ لا 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 يها انجي ما نفعش الكلام ده خالص بقولك ايه؟ هاتي تقدي منه المفتاح اه يا حلاوة يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقوله اديني نسخة المفتاح علشان اديها الجوز كاميليا علشان كاميليا طغط براحتها يا علي لا يا انجي انت تجننتي انت غريبة قوي يها انجي ما نفعش تروح يتقولي كده لعلي انا بصراحة تكثر لا وشه كسوفة قوي وما لا أقول له إيه؟ بصي أنت ما تقول لهوش حاجة أحلى حاجة تسليتي منه أسليته منه؟ أنت بقيت أوفر قوي كاميل أوفر في طلباتك وفي كل حاجة أنا تخنقت أخسع لك يا إنجي خنقتك حرمانيك يا إنجي لا لا بجد زعلتيني ده أنا حتى لسه ما فاتحت الشدتي ده أنا ملحقتش أقعد عندك يوم لا يا إنجي أنا هاخد بعدي وهمش هو الإنسان إيه؟ يعني غير شوية كرامة همشي يا إنجي همشي ولو جرى ليه حاجة أنا ولا أولادي ولا كنت يزمر أبطي لا يا إنجي زعلتني منه خلاص بقى خلاص بقى يا كاميل يا خلاص خلاص عبتي علي خلاص خلاص أنا لو منك أمشي والإنسان إيه؟ غير شوية كرامة أمشي يا كاميل يا أمشي إيه يا إنجي؟ بحصر معاكي بحصر معاكي يا كاميل يا خلاص خلاص حبيبتي هشوف موضوع المفتاح الحاضر حسلته منه طب ألاقيش بقى عندك حاجة قط آآ عندي كومبليزون مؤور كده أخول أهو يا حسبيها بإيدك ماش أهو خمسين زائد خمسين يساوي سبعمائة سبعمائة إيه؟ مية هي قدام عينك هي مية هي دي واحد ولا سبعة؟ دي دي خمستاشر عرفت بقى أن نستر لغلطان أيوة أنا أسف حقك علي أنا أسفك سلام عليكم ساء الخير وعليكم السلام يا مساء الهنة والفل يا مساء السعادة والجودة والجمال والحلوة كلها طلبات كل يوم يا بنت سعديني لا لا عايزة كل حاجة وأختها لا زي بعض التقطعين عينية لأي اختهونتو قال كنت يوفتاني ولا أيه؟ لا يا حبيبتي هم نفسهم هم هم بس ميعرفو الغير حكتين مقبل التلاجة وباب الحمام يملو ويفضوا يملو ويفضوا يملو ويفضوا وأنا والعيال يعني بحتاسين مش لقينا حاجة ناكلها يعني قلت نزود شوية يمكن نلحق لقمة ولا لاحصة جبنة اخي لا 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 بجد لا يكون فعونك يا حبابتي والله سعبتي علي قوي ربنا ربنا يزودلك ضيوفك كمان وكمان في ايه يا شعبان انت كده مش بتدعيلي انت بتدعي علي انا لا ده ولا ده انا بادعي لنفسي انا واهب حبابتي انت واهب حبابتك ازاي بقى ان شاء الله علشان كل ما ضيوفك تزيد وتكتر كل ما ضيوفك دا يتملي فلوس كوام 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 وده كمان وده كوام 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 وده كمان كوام كوام ونبقى اغنية اكتر ما احنا اغنية كوام كوام تعيزي معلش يا شعبان معيش كاش تفتر بقولك كوام كوام ايه دي اجي ايه تلفيسة اخوتي حبابة تدخل الباسورد ادخل الباسورد هنا اه طبعا بس مثقفة طول عمدك يا هيبة سلام اخد اه هنا ايه واصل قالك واصل اه اه واصل ايه 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 اتي متأكدة ان الفلوس جات ايه واستنى اتفضلي ادي ريسيتو سلام طيب ريسيتو بالعافية بقى ياريت تخلي مغوري يطلعني الحاجة على فوق ماشي بس كده هزود ايه حبابة هزود المصاريف يعني تبت فهمش انجليزي ولا ايه اه لا حاضر طبعا مش عالفيسا اه طبعا بص ياس انا بصراحة لقلت البشور اه لا براحتك خالص زوية دي اللي انت عايزاها ايه يا حبيب سلام عليكم انت متأكدة ان الفلوس جات لنا طبعا يا ابني دي خلاص دخل اتعزله تسعمية حبيب قلب يا بيبو بقولك ايه 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 انا مش عايز اعرف انا عايز اقولك انت على حاجة المكتب ده له حرمة ام ازاي تقول ليه لها تدخل وتقعد من غير ما تستاذنيني قيالة ايه ده... ايه اصلي ماما علمتك كده بلاش ماما بابا علمتك كده انك تأكل في الديوف طب ما انا عامل ايه مانacağين اوي بعدين انا صاحب بيت وبعدين امت اكلت تنتا كاميلة وحور ويحية وقلتن احنا بعدين بعدين امت ده؟ مش تنتي كاميلة وحور ويحية دول الديوف اه طيب. الديوف ياك curly واول ووقا كانت صحاب البيت مبضيني بقى ايه البيض الهناك ده وانتا روحنا واني الحركات الهناك ده ايه ده يا حسين ايه ايه بتاكل في صفرة التجربة الديناماركية ايه ده كله ايه ده انت قدت بالك قس انا بحب قلدهم قوي في ماشهد الاجل الاستاذ يوسف معاتي كانت كاتب صفرة الجنة تسلم ايده عليها والله اه تسلم ايده طب وبالنسبة لبرنامج مطبخ الهنة اللي ورا ده بيعمل ايه هنا واحنا في اخر الليل مهم دول بيعملواي شوية تواجن هاخدوا معي قط النوم عشان ساعات وانا نايم كده بحلق باجعان او ملاقي الطاج ناكله على طول بتاكل تواجن وانت نايم؟ ها احاول ولا كوتا الا بالله تعالوا يا بلدان تعالوا يا بلدان تعالوا الحسن وانموت زومبي ده يقولوا كل منك لله منك لله يا حسين منك لله يكامل يا يقولين كتا اخطف مني يا حيك اخطف وقبت اعودك يا الله والله يبقى لي اكتر من يومين في واجع القلب ده يا حبيب القلب يا انجيل الله يكون في اهونك يا حبيبتي مش عارف اقولك ايه انا والعيال مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نخش الحمام لمؤخزة ولا اي حاجة وعلي الندل طلع السيادة مفوق تابو مالو بقولك ايه بقى اطلع انت كمان هنضم مفوق وهودي عالنفسهم يا سلام اه يا اخطي انا والسيادة مع بعض تجازر اه حبيبتي انا والسيادة ما نفعش مع بعض خالص ما بنقفش على بعض لا وبعدين عارفة لو العيال تلعولها اه شا عايز اقولك هتترودهم هم وعلي برا البيت يا ساتر يا ربي يا ساتر ايه ده ايه الندالة دي ياه طب هتعمل ايه يا حبيبتي اقولي لي ايه العمل اه العمل وانا عندي فكرة كده يعني بفكر فيها قولي يا حبيبتي اقولي هي فكرة لطيفة يعني معقولة مجدية اه مجدية طب قولي روح قولي خلي راحتك بعد اذنك بعد اذنك يعني يا جوجو تو고با فكرة ان انا انا وال العيال يعني نيجي نعود عندك هنا اليومين كده لحد تما يمشوا هم اه اه ايه done تعالى فان شتichte سامعيني يا لا مسامك نيجي نعود عندك هنا في البيت حدة انما كاميلية وجوزها هيمشوا كده عندي مين يا حبيبتي عندما اعيز تason هل تعوضي عندي مين؟ عندني؟ طبعاً، إحنا بيت واحد يا بصي 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 خلينا حبايب وصحاب آه، أنا بقولك إيه؟ سامير الكبل في السن وأنا على واشا كنت أكبر في السن إيه، فاشر، إنتي ده، إنتي فلت الفل البعض ولا ولا، ومش هتعوضي برضو عندي أنا سامير الكبلنا في السن وبنحب نعيش كده في هدوء ما بنحبش الدوشة أبداً ولا الزيتة حوالينا الله يا سلام، وما الفنينة دالة هل تعقلتي هالي من شوية؟ يعني، كما قال أحد الحكماء عيش نادلة، تموت مسطور صباح الخير، أنتو التلفزيون، صباح فأنا بحنا على الهواء، خير خير قوي خير، أنا عايزة أشارك بطريك عارف الموضوع اللي بنكلم مش مهم، مش مهم خالص الموضوع اللي انتو بتتكلمو فيه الحقيقة أنا عايزة أتواصل مع جماعة الرعب والتهديد اللي بعده جواب بالتهديد للزابط اللي اسمه حسين فوقوا اللي أفزوكه شوية يا مدام ما ينفعش كده إحنا على الهواء وميله، ده حلوة قوي إن إحنا على الهواء في الحقيقة أنا عايزة أقول لهم يفوقوا لأنه هو قاعد عندي في البيت حسين، وكامل يا مراته، وبنتهم حور وابنهم يحيا وبعدين أنا ساكنة هنا في الدور الأول عند أولاد النازر السوبر ماركت بإدارة شعبان وامراته هيبة وبنتهم مالهاش لازم وغيرت تكتو شعبان وامراته معاهم كبيرا يا مدام ما يصحش كده لا يصحي يا عبيبتي يا صحي يعني إيه ما يصحش؟ إيه معنى يعني هو يصحي؟ إن كاميليا تلبس إنسان النوم بتاعتي وبعدين حسين مخلص على الأكل أول بأول وعياله بقى محتلين الوضعك وعيالي والعيال بيناموا على الأرض عرفان إيه؟ بيناموا على الأرض لا مش حاسيب المايك بقى كنا ما أقول لهم على فكرة إحنا مستلينكوا تيجوا تقبضوا عليهم بتشوفوا شغلوكوا شوي حرابة عليكوا إنتوا ضيعتوا سمعة الإرهاب ضيعتوا سمعة الإرهاب فوقوا بقى الإرهاب مش لعبة اتفضلوا أنا أسف جدا سلام عليكم خيانة شفت صاحباتك كاميليا؟ شفت صاحباتك عمد فيه إيه؟ بتبلغ عني هدا بس يا حسين هنعمل إيه بس؟ مش دي شقتها؟ وربنا ما هدخلها بيتها ده تاني وهشمع لها البيت ده كله بالشمع الأحمر بابا احنا عايزين نقولك على حاجة قول في إيه؟ إحنا يا بابي خايفيننا أحسن تضرب ما انت لو ما قلتوش أنا هضربكوا برضو اهدى اهدى بس يا حبيبي اهدى يا حسين قلتلك مئة مرة خلي الولاد تحبك شايف شايف خالفين منك إزاي؟ هتقلتلك عميل هتقلتل وطولي اهدى معلش يا حبيبي ماشي اهو ها عايزين ايه قبل ما موت؟ ومش هعملكوا حاجة طبحي وحيات ابو زحلي ها 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 والله ما عاملكوا حاجة بصراحة يا بابي احنا اللي كتبنا الجواب بتاع التهديد وهدناه قدام البابا عشان تشوفه انتو يا مهربوك يا سود ده انا كنت هعملها على نفسي وانا بقرأ الجواب وعملتو كلها ليه؟ ما انت يا بابا مش بتعمل حاجة غير لا انت بتخوفنا فقال ما نخوفك مرة عشان تحس بينا اه يا اولاد ميه؟ الحسين ميجي عموما يا اولاد انتو دوتوني درس عمري ما هنساها في حياتي وبعد كده مش هعملكوا حاجة تاني ابدا انتula ايه ده؟ حسين ده في جواب لا ما تهزروش تاني بقى الحزارة التقيل ده ها والله ما احنا يا بابي احيد ازاي نحطوا واحنا عادين قدامهم دلوقتي صحيح أحيي تالت اقري الجواب يا كماليا بسرعة حاضر حقي حبيب أحييي أحيي تالت فيه ايه؟ دول بيهددوك يا حسين انجي عرفتهم مكنك يا حسين صوت علي يا كماليا يا لولي اتنا ياس اخيرا خارف ناتية الحمد لله شوتي بقى ان فكرة جابة تهديدة جابة ناتية برافو عليك برافو عليك يا سمورة فكرة عبقرية أنا اللي صيغت الكلام إيه رأيك؟ صياغة ما حصلتش أنا صيغة كبير قوي قوي ما فيش قصيغ منك رغبة ريحة في شقة كلها عشان إيه؟ ما نعملش في زي تخيانه عليك طيب بقولك يا سمورة أنا بفكر إن إحنا يعني إنه هارفن بات عندكم كمان لأن شقة مهدلة قوي وعلى ما جيب حتى ينظفها وكده نعم أنت بسليمي بسم الله الرحمن الرحيم ومش سمورة كان واقف هنا إيه تبخر ولا إيه؟ قفت في وشينا أول ما عارف إن كنت عادت بات عنده تاني بصراحة عنده حق يا بخت منظر وغار خرجوا